قد تعمل المرأة مع الرجال دون مراعاة القاضية للاختلاط وتحضر اجتماعات ولا ربما تطبيب بعض النساء بدون ضرورة هذا كله يذهب الحياة فتصبح مترجلة بل ربما أبدت لغيرها أنها مرأة لديها قدرة على الاندماج ولها مداخلة في الآخرين ولها كسر للتقاليد كما يقال وما علمت المسكينة أنها بذلك تكسر شرفا وخلقا ودينا فهذه امرأة من أشراف العرب وقعت في فاحش مع عبد لها فسئلت عن سبب ذلك قالها سبحان الله فاحش مع عبد فقالت زوج كلام والحديث قياس قالت طول السهاد وقرب الوساد أي كسرة المخالطة مع طول المحادثة